وللحديث أكثر مشاهدين عن هذا الملف ينضم إلينا في نشرتنا الرئيسة سيد مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية أهلاً ومرحباً بك سيد مناف أهلاً بك سيدتي وزمينك في الستوديو ومشاهدي ومتعبيني قناة الدجلة أهلاً بك سيد مناف يعني خلافات التحالف تواصل زهق الأرواح في ميسان وهو ما أكده الصدر لكن هناك يعني في قول الصدر هناك اتهامات مباشرة للعصائب كيف تابعتم هذا الموضوع يعني أنا أعتقد اليوم أن السيد الصدر هو يعني أخ الجميع وأب الجميع وبالتالي يعني السيد الصدر دائماً ما يعمل على وقد الفتنة ما يعمل على يعني بعاد المجتمع أو بعاد المواطنين عن أي ضرر ممكن أن يحدث دائماً ما يقدم تنازلات من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة الوطنية وبالتالي يعني اليوم يعني أيضاً أعتقد أن موقف السيد الصدر كان واضحاً في تحديد المشكلة وفي تحديد نوع المشكلة أنا باعتقادي أن هناك مندسين داخل يعني داخل بعض الجهات السياسية تحاول الاستفادة من الخلافات السياسية وتحاول اليوم العمل على أحداث إشكالية داخل المجتمع خصوصاً في محافظة الأمارة والتي تنعم باستقرار أمني جيد ومحاولة تقريب هذه المدينة أو محاولة يعني إدخالها في صراعات سياسية لكن قد تجعل أو قد تكون الشرارة من حرب شيعية شيعية في البداية أرحب بك مرة أخرى وشكراً لانضمامك إلى نشرتنا الرئيسة السيد الصدر قال أن هناك تحذير من حرب شيعية شيعية هل يراد للخلافات السياسية داخل البيت الشيعي أن تؤجج لربما نيرانها ويزج فيها أبناء المحافظة ميسان وسواها أبناء المحافظة وأستاذ مناف الآن لابدين ببيوتهم وخايفين ودي جمعون مؤن هذا لازم أكو 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 ضوء في نهاية النفاق أستاذ خالد أنا صوت لم يكن واضح لكن مع ذلك أيضاً أجدد الترحيب بك مرة أخرى وأقول بالنتيجة نعم يعني بالتأكيد أن هذه الأحداث ربما تكون شرارة خطيرة لبدأ حرب شيعية شيعية يعني بالنتيجة هذه ليس اكتشاف جديد يعني تعرف هذه المسألة بدأ الحديث عنها من 2016-2019 كان الحديث هناك عن حدوث صراع شيعي شيعي وبالتأكيد أنا أقول أن هناك ربما مندسين يحاولون اليوم يعني خلق بعض الفتن وخلق بعض الإشكاليات وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن يعني الخلاص من هذه الإشكالية تتمثل في المشروع أو في البرنامج التحالف الذي قدمه السيد الصدر وبالتالي محاولة جمع السلاح الموجود خارج إطار الدولة والسيطرة عليه وعادة هيب الدولة وفرض القانون قد يكون هو الحل الأمثل لتجنب مثل هذه الإشكاليات وأيضا أعتقد اليوم يعني ما طرحه السيد الصدر من وفد تفاوضي من الممكن أن يحدد نقاط الإشكالية أو من هم الذين يحاولون اليوم من خلق صراع شيعي شيعي أو من محاولة خلق فتنة خصوصا داخل محافظة العمارة وبالتالي يعني سيد الصدر كان واضحا أنه لم يلتزم من كل الطرفين فإنه سيتبرأ منه وبالتالي سيد منافع اليوم يعني المبادرات ربما تكون ليست هي المهمة لكن موضوع الاستجابة لهذه المبادرات التي يطرحها سيد الصدر من قبل الإطار التنسيقي كل هذه المبادرات لا تلقى أي استجابة يعني لا لا مو بهذا الشكل يعني بالنتيجة يعني أعتقد لا الإطار ولا التيار ولا أي من الموجودين اليوم يتحمل حدوث إشكالية خطيرة أو يتحمل الذهاب إلى حرب أهلية أهلية لأن الجميع يعني سوف يكوا بنارها نعم كانت هناك بعض التهديدات من بعض الشخصيات أو القوى تحدثت عن خلقلة السلم المجتمعي تحدثت عن عدد استقرار بلد ولكن بالنتيجة اليوم أنا أعتقد يعني أن العقلاء أن وجود سماحة السيدة الصدر على يعني في هذا الوقت قد يكون مفتاح أمان لتجنب مثل هذه الإشكاليات ولاحظنا كيف أن السيد دائما هو من يستوعب هذه الإشكاليات وهو من يقدم وهو من يبادر وهو من يحاول يعني حل حلت هذا الإشكاليات وكثير من المشاكل الخطيرة يعني تم تم السيطرة عليها أو تم من خلال يعني تفاعل وتعامل السيد الصدر المعروف بوطنيته المعروف بشخصيته المعروف يعني بمركز الديني والسياسي وبالتالي يعني نعم لا أقول أن الوضع سهل أن أعتقد أن الأمور خطيرة كثيرا خصوصا مع وجود اليوم يعني صراع السياسي يصل إلى الذروة فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة فيما يتعلق بشكل التحالفات أستاذ مناف ليش ما أنا أفهم أنه ما يجري في محافظة ميسان قبل شوية كانوا يعني مراسلنا يقول حتى الآن الضحايا أربعة في قضاء الكحلا ليش ما أفهم أنه اللي يجري في ميسان هو المشهد المقبل إما أنه نلعب أو نخرب الملعب واضحة القضية واضحة كوضوح الشمس في كبيل السماء يعني أستاذ خالد أنا أقول أن وجود العقلاء وجود السيد الصدر وجود الحوزة الدينية وجود العقلاء من السياسيين الزعماء السياسيين الموجودين يعني هم من يكون صمام الأمان بالتأكيد يعني لا أختلف معه أن هناك تهديدات وأن هناك ضغوطات وأن هناك محاولات للضغط وكانت الرسائل واضحة يعني عبر وسائل الإعلام عبر منصات تويتر لكن بالنتيجة هذه الرسائل المخيفة أو من يحاول اليوم أن يستخدم القوة أو يستخدم السلاح في مواجهة المشروع التغييري للتائر الصدري أعتقد أنه لن ينجح أعتقد أن العراقيين اليوم يستوعبون والله وياك والله أنا وياك أستغبونها بس المشكلة المشكلة الصراع مو بين القيادات مو بين العقلاء الصراع بين ما لدي أقول هسا الأطفال بس الصراع بين الصغار هذولا شو رح أسيطر عليهم آني خليني أرجع وياك والمشاهد الكريم ويانا تذكر من قالوا بس بس هذه الملاحظة تذكر من قالوا ما راح نسيطر علي طبون للخضراء لأن هذولا شعب وهذولا يشعرون بأنه حقوقهم أخذت مو سمعنا هاي شي تصريحات لو لا لو إحنا غلطانين أستاذ خالد أنا أقول بالنسبة للتيار الصدري تيار منضبط يعني يأثمر بأوامر السيد مقتد الصدر وكثيرا ما لاحظنا يعني كيف أن هذا التيار يعني كان منضبطا خصوصا مثلا في التظاهرات 2016 وال2017 عندما حدث هناك استدامات وسقط عدد من الشهداء في تلك التظاهرات لكن الجميع استجاب لتغريدة سيد صدر أو لأوامر سيد صدر أنا أقول اليوم التيار الصدري منضبط ممكن السيطرة عليه بقية القوى السياسية يعني إذا لم تستطع اليوم أن تضبط جمهورها أو أن تحاول أن تبعد المنبسين أو تحاول اليوم أن يعني تفرض يعني من يحاول إثارة الفتنة وتتخلى عنهم بشكل مباشر أعتقد أيضا أن هناك يعني إجراءات من الممكن أن تستخدم وقال السيد الصدر قال بأن سوف أتبرأ ممن يعني يخرج عن إطار المبادرة التي قدمها أو يخرج عن إطار التعليمات التي قدمها السيد الصدر بالتالي أنا أضمن التيار الصدري وأقول أنه تيار منضبط ويستمع لما يقوله السيد الصدر ويأتمر بأوامر وأتمنى أن تكون الكتل الأخرى هي أيضا على نفس المستوى من الضباط بالنتيجة نحاول أن نتجنب إشكالية خطيرة نحاول أن نتجنب صراعا خطيرا نحاول أن نتجنب حربا شيعية شيعية في مناطق الوسط والجنوب وهناك من يحاول أن يغذي هذه الحرب ويحاول أن ينشطها ويحاول أن يدعمها بشكل أو بآخر سيد مناف يعني ألا باعتقادك ستكون ميسان ربما هي بداية للفوضى في محافظات أخرى خصوصا مع ما ذكره زميلي علاء وذكرته أنت تحذيرات من حرب شيعية شيعية وكيف من الممكن إيقافها أو منعها لا أنا أقول هناك تجارة كبيرة وكثيرة حدثت وأشكاليات خطيرة ربما تم السيطرة عليها بفضل وجود سمحة سيد الصدر بفضل مبادراته بفضل أوامر التي كان يصدرها خصوصا لأتباعه وبالتالي أعتقد اليوم أن هذا الوفد الرفيع المستوى والذي بعثه السيد الصدر إلى محافظة التنسان أعتقد أنه سوف يكون كفيلا بمحاولة السيطرة بالتأكيد على الغضب الموجود هناك وأيضا بمحاولة تفكيك هذه الأزمة وبالتالي محاولة وقتها بشكل نهائي نعم سيد مناف الموسوي كنت معنا شكرا جزيلا لك رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية اشتركوا في القناة